بالتأكيد يمكن أن نقول أن هذه الخطوات الأمريكية هي خطوات تأتي للتأكيد على الدعم غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا وللتأكيد على أن الولايات المتحدة مستمرة بتقديم كل أنواع الدعم سواء كانت عسكرية أو ديبلوماسية أو سياسية وإعلان المتحدثة أو القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في كيف العاصمة الأوكرانية كريستينا كذين عن أعادة عمل السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية بحلول نهاية الشهر الحالي هو تأكيد على نقطتين أولا على الدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا وأيضا على أن الولايات المتحدة تعتبر أن الغزو الروسي الذي كان مقررا أو كان يحاول غزو العاصمة الأوكرانية قد فشل وأصبحت العاصمة آمنة بشكل كاف بحيث تستطيع البعثات الديبلوماسية الأمريكية والعالمية العودة للعاصمة الأوكرانية وبهذه توجه رسالة للعالم ولروسيا تحديدا أنها فشلت في عملياتها العسكرية التي تقوم بها في أوكرانيا كما أشارت السفارة الأمريكية في كيف إلى أن هناك احتمال كبير أن تجري الحكومة الروسية استفتاء داخل منطقة دومباس وصفته بالاستفتاء الزائف لشرعانة عملياتها العسكرية في هذه المنطقة وسيكون الاستفتاء حول إذا ما كان سكان منطقة دومباس يوافقون على استمرار هذه العمليات من عدمه وبالتأكيد لأن هذه المنطقة تخضع لجهات موالية لموسكو فإن نتيجة هذا الاستفتاء معروفة سلفا حسب ما تقول السفارة الأمريكية في كيف ولكن كل هذه النقاط تشير إلى أن الولايات المتحدة تتابعا كثب التحركات الجارية حتى داخل التراب الأوكراني وهي مستمرة بتقديم كافة أنواع الدعم سواء كانت عسكرية سياسية ديبلوماسية اقتصادية وإنسانية ترجمة نانسي قنقر